اهلا بيكو اتمنى تكونوا بخير وانتم تشوفوني النهاردة انا ايا النهاردة هنعمل وصفة بوكيز سهلة جدا اه رجعنا تاني للسلسلة اللي كنا عملنا منها كذا فيديو اللي هي بمكونات ثلاثة الناس تحب قوي الوصفات اللي بمكونات قليلة والنهاردة هوريكو وصفة تعتبر صحية وما فيها يعني مش هنضف لها سكر اه وبرضو ممكن الناس تتعدل كمية السكر اللي فيها على حسب ذوقهم وهنعملها بتلات مكونات بس ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا نبدأ عطول في الوصف بتاعتنا طيب ايه هم الثلاث مكونات بتاعنا هنحتاج المستين يكونوا مستويين كويس وهنحتاج كوباية شوفين وهنحتاج تلت كوباية من الشوكولتشيبس او قطع الشوكولاتة او رقائق الشوكولاتة وممكن نبدل الشوكولاتة بالزبيب يعني تلت كوباية زبيب بدل الشوكولاتة الزبيب من الحاجات اللي دايما بتتقدم مع الكوكيز الشوفين بس انا ما كانش عندي زبيب في اليوم دا كان خالصان وانا بحب كمان طعمها قطع الشوكولاتة سواء شوكولاتة غمقة او شوكولاتة اللي هي بالحليب تقدروا تستخدموا اللي انتوا عايزينه الشوفين اللي عندي دا هو الشوفين الحبة الكاملة اللي هو مش الشوفين سريع التحضير فانا هطحنه شوية في الكب علشان يكون انعم قوامه بيكون احسن من ان انا خلطه هو حبات كبيرة كده مش هطحنه قوي لحد ما يبقى زي الدقيق بس هخليه يكون يعني ناعم شوية يعني لحد مقاومه يبقى بالشكل دا دا بالنسبة للشوفين بالنسبة للموز بقى انا محتاج استخدم موزة تكون مش صفرة يعني تكون قديمة شوية فيها اجزاء بني كده ومستوية على الاخر كل ما تكون بني اكتر يكون طعمها مسكر اكتر لان الموز لما بيقعد بيكون بيفرز انزيم بيحول النشا اللي فيه لسكر فبيكون طعمه مسكر اكتر واحلى وده هيكون مصدر السكر في الوصف بتاعتنا لان احنا مش هنضيف اي سكر بتشوكة بقى وهرست كده الموستين بس لحد ما يبقوا نعمين تماما لما الموز بقى ناعم كده زودت عليه الشوفان اللي انا طحنته شوية وزودت قطع الشوكولاتة انا مستخدمة هنا شوكولاتة نوعا ما غمقى مش مسكرة قوي اللي عايز يستخدم شوكولاتة بالحليب زي ما قلتلكم يجيب بار شوكولاتة ويقطعه هو بالسكينة او يستخدم شوكولات شيبز زي دي واللي عايز يستخدم زبيب برضو ينفع بعد كده بقى هنبتدي نشكل الكوكيز دي ممكن نستخدم سكوب زي ده وعلى طول نعملهم كور ونحطهم على الصينية او ممكن نستخدم ايدينا انا حطى هنا حطى في صينية السيليكون المات اللي انا بستخدمها دي او ممكن نستخدم ورق ورق البارشمنت وحط الكوكيز زي ما انتو شايفين كده مجرد كورة على الصينية وبس اشكلها بايدي شوية علشان تاخد يعني شكل الكوكيز المادير اللي احنا مستخدمينها دي المستين وكوبات الشوفان هيعملوا ستة كوكيز حجمها كبير او حوالي عشرة مثلا حجمهم صغير او مطاقص وطبعا اللي عايز يضعف المادير يقدر يضعف المادير زي ما يحب بعد ما خلصت تشكيل الكوكيز اخدت بس كام قطعة كده وحطتهم على وش كل واحدة يده شكل حل وهدخلهم على فرن درجة حررته 180 لحد بس ما هيقرمشوا شوية مش هيبقوا مش هيبقوا مقرمشين او كريسبي زي الكوكيز المقرمشة او زي البسكوت ده مش قوامهم هو قوامهم شوية تشوي او بيمضخ وقوامهم طاري كده بس طعمهم فعلا حلو قوي انا اصلا اول مرة عملت فيها الوصة دي ما كنتش متخيلا ان هي هتبقى لذيزة هي مجرد موز وشوفان بس لا فعلا لو الموزة مستوية كويس وسواء اضافته قطعة الشوكولتا او الزبيب اللي تحبوه طعمها الازد فعلا من كوكيز تانية كتير وطعمها حلو جدا ويعني حاجة كده ما تحسوش بتقنيب الضمير وانتوا بتاكلوها ممكن حتى تتاكل على الفطار ممكن الاطفال ياخدوها معاهم مثلا للمدرسة لان هي موز وشوفان زي ما قلت لكم بجد تعمها كان حلو جدا اي وقت بيكون في عندي شوية موز ركني على جنب كده واسيبه لما لونه يغمق اعمل بيه من الكوكيز دي واخليها عندي وتنفع كسناك للفطار اتمنى انتوا تجربوها وتعجبكو اكتبولي رأيكو في التعليقات واستنوا بعد فيديوهات هنعمل برضو كان فيديو الفترة الجاية من شلسات بمكونين ثلاثة دي واشوفكو تاني على خير قريب وباي باي